موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحدثكم أنا دكتور حسام العبداللات ناشر موقع الحسام نيوز وعضو الحركة الشعبية لمواجهة المشروع الصهيوني أتشرف بالحديث إليكم عبر هذه الشاشة الكريمة حول موضوع قرار الرئيس الأمريكي ترامب بنقل الصفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة وتهديده دول العالم بأنه سيوقف المساعدات الأمريكية على أي دولة تقوم بالتصويت اليوم في الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستصوت اليوم على هذا القرار وبالتالي تهديده بقطع عن هذه المساعدات سنتحدث عن تبعيات هذا القرار وعن همجية هذا القرار سواء نقل الصفارة أو سواء التهديد والوعيد بقطع المساعدات عن الدول التي ترفض وتصوت ضد قرار ترامب بداية أحب أن أبدأ كلامي بكتاب الله عز وجل بقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ننريه من آياتنا إنه هو السميع العليم حقيقة القدس قدس الأخداس هي مكان يتعلق فيه كل قلوب المؤمنين في العالم من مسلمين ومسيحيين وحتى اليهود كل أتباع الرسالات السموية يعشقون القدس ويجدون في هذا المكان المقدس من الروحانيات ما يكفيهم ليرسلوا دائما رسالة محبة وسلام القدس عربية منذ الأزل منذ وجود البشرية على وجه الأرض كانت هذه المدينة عربية وهذه المدينة المقدسة لها مكان خاصة عند المسلمين فهي مصر نبيهم ومعراجه إلى السماوات العلاء بالإضافة إن هذه المدينة المقدسة أولى القبلتين المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين موجودين في هذه المدينة العظيمة حتى تترسخ دائما وأبدا وجدان المسلمين في هذه المدينة القدس قضية 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 كل مسلم قضية كل عربي قضية كل حر في هذا العالم كل شريف في هذا العالم هذه المدينة مدينة السلام مدينة المحبة ولكن للأسف منذ أن تم اقتصاب فلسطين المحتلة والقدس الشريف من قبل الكيان الصهيون الغاصب أساءل الدماء في هذه المدينة مدينة المحبة والسلام انتهك الحرمات أساءل المقدسات جميعا إسلامية ومسيحية ولكن بالرغم من الاحتلال بالرغم من كل حالات اليأس والإحباط التي يعيشها المجتمع العربي والأمة الإسلامية إلا أن هذه المدينة دائما وأبدا تحرك في وجدانهم التحدي تثير في وجدانهم الصمود تزرع في حياتهم الأمل بأن هذه المدينة القدس ستتحرر وستعود إلى أمتها العربية والإسلامية بإذن الله تعالى ولكن كل قرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية الأمم الجمعية العامة لأمم المتحدة كانت التي تتحدث عن هذه المدينة تشير إلى أن القدس الشرقية هي عاصمة لدولة فلسطين وعاصمة للشعب الفلسطيني بالرغم من رفضنا وتحفظنا على هذا الموضوع لأننا نؤمن بأن القدس الواحدة الموحدة هي عاصمة لدولة فلسطين العربية هي عاصمة للشعب الفلسطيني الأبي ولن يقبل أحد من الأمة العربية والإسلامية أن يرضى بغير القدس الموحدة عاصمة للشعب الفلسطيني إلا أننا وبالرغم من تحفظنا على تقسيم فلسطين وتقسيم القدس لنا أن نشاهد تسلط القوى الكبرى والتي تزعم أنها متحذرة وتحترم القوانين الدولية إلا أن نسلط نراها تتسلط بتغيانها وجبروتها بأنها تنتهك القانون الدولي خاصة عندما يتعلق الأمر بحقوق الشعب الفلسطيني ووجود عاصمة هي القدس الشرقية ترامب الرئيس الأمريكي اتخذ قرار بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس ضاربا بعرض الحائط القانون الدولي المبادئ الأعراف الشرف الأخلاق هذا القرار الأرعن الذي تحفظت عليه كل دول العالم باستثناء الكيان الصهيون الغاصب وترامب وترامب كفرد لأنه حتى أنه في بعض المؤسسات الأمريكية والشعب الأمريكي في معظمه يرفض هذا القرار بل يرفض كثير من تصرفات رئيسه ترامب عندما أخذ هذا القرار أخذه للتغطية على تدني شعبيته في المجتمع الأمريكي حتى وصل الأمر بعلماء في الطب النفسي أنهم أشاروا إلى عدم سوية هذا الرئيس بتصرفاته وقراراته وأن قراراته ستشعل حربا جديدة في العالم القدس مدينة السلام يريد أن يجعلها ترامب مدينة للدماء يريد أن يجعلها ترامب مدينة للحروب لا يعرف بل هو يعلم ومتأكد أن هذه المدينة موجودة في قلوب كل المسلمين في العالم لن يرضى مسلم ولا عربي حر شريف ولا حر من للعالم ولا مسيحي شريف يرضى بأن تكون هذه المدينة إلا مدينة للشعب العرب الفلسطيني وعاصمة لدولته ترامب لم يكتفي بهذا القرار لأنه يعلم أن العالم جميعا العالم جميعا يرفض هذا القرار والعالم يطالب يطالب بدولة للشعب الفلسطيني وعاصمتها القدس والقدس الشرقية أخيرا قام ترامب بتهديد الدول التي ستصوت اليوم في الجمعية العامة في جلستها الطارة في الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء هذا اليوم التي ستصوت على مشروع قرار تقدمت به تركيا واليمن من أجل الإشارة إلا أنه لا يجوز لأي دولة أن تنقل صفارتها وقنصلياتها إلى القدس لأنهم يعترفوا بأن القدس دولة مدينة محتلة وأن هذه المدينة تخضع لمفاوضات الحل النهائي بين السلطة الفلسطينية والكيان الصهيون الغاصب ولكن ما عرف عن هذه الدول وعن الكيان الصهيون وعن ما يسمى بإسرائيل دائما ينقذون العهد والوعد ليس لهم عهود ولا يحترم في تاريخهم أي قرار الغريبة أنه الدول ومجلس الأمم صر دائما على تنفيذ قراراته ودول عربية وإسلامية ودول مقهورة طبق عليها الفصل السابع من القانون الدولي لأنها خالفت قرارات مجلس الأمن وشنت حروب وأزيلت أنظمة وأسيلت دماء وشردت أسر بحجة أن الدولة الفلانية كما جرى في العراق والدولة الفلانية لم تلتزم وتنفذ القرار القرارات مجلس الأمن وفقا للقانون الدولي بينما القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن والتي صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تحترم ولا تنفذ لماذا لأن ما يسمى بدولة إسرائيل تفرعنت وظنت أن ليس على هذه الأرض من سيقول لها لا اليوم تهديد ترامب من خلال السفيرة الأمريكية في مجلس الأمن هددت وبشكل صبياني أنها ستسجل أسماء الدول التي سترفض قرار ترامب أو ستؤكد على أن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين تصرفات صبيانية ليست تصرفات رئيس لدولة عظمة يعني هذه التصرفات يمكن أن تقبلها من دولة لا تدعي لنفسها أنها تملك مؤسسات وأنها عندها دموقراطية راسخة هذه التصرفات يخجل ما يسمى بالبلطجية والزعران والدول التي تقود الإرهاب أن تقوم بهذه الأفعال كيف ستواجه أمريكا بعد اليوم عندما تهدد بقطع المساعدات سيف تواجه شعوب العالم والأنظمة التي ترفض أن تركع إلا لغير الله ما هو مصير العالم بعد هذا القرار يعني عندما تصوت ربما دولة فقيرة دولة تحتاج إلى المساعدات أن تخيرها كترامب بين كرامتها وكرامة شعبها ونصرتها للحق وبين اختيارها للباطل والظلم مدام أنت لا تحترم القانون الدولي يا ترامب تريد من الشعوب شعوب العالم ومن أنظمة العالم أن تحترم القانون الدولي أنت تنتقد رئيس دولة كوريا الشمالية بأنه يرفض ولا يطبق قرارات مجلس الأمن بأنه بطور الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية أنت أمريكا حاربت العراق ودمرت العراق بحجة رفضها تنفيذ قرارات مجلس الأمن والقرارات المجتمع الدولي يعني حقيقة هذا الشيء مضحك ومخزي لدولة ولشعب يمثله هكذا رئيس الآن الخطورة اليوم يوم امتحان يكرم المرء فيه أو يهان إلى متى أنا لا يهمني العالم كله ما بهمني دول العالم وأنظمة العالم لكن أحرض أن أخاطب من خلال هذه الشاشة الكريمة أخاطب الأنظمة العربية وأخاطب الدول الإسلامية عندما زار ترامب هذه المنطقة زار ترامب هذه المنطقة واجتمع في الرياض 56 رئيس دولة عربية وإسلامية جاء وغادر بما يزيد عن 400 مليار دولار من دولة واحدة فقط اليوم أتمنى على كل الدول العربية وحكامها وأنظمتها أن توجه رسالة لترامب بأن تصدر أن كل دولة يقطع عنها المساعدات من قبل أمريكا ستقوم الدول العربية بدعمها دول الخليج العربي أتمنى أن لا تخذل شعوبكم وتخذل أمتكم الأردن هذا البلد الصغير بإمكانياته الكبير بشعبه وبرادته وبعزته وبإيمانه بالله سبحانه وتعالى التحم الشعب مع قيادته لقد تناسى الشعب الأردني كل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها وانتصر لكرامته حقيقة أنني أفتخر كأردني بموقف جلالة الملك عبدالله الثاني وأفتخر بموقف حكومتنا بأنهم تسيدوا وترأسوا الدول التي رفضت قرار ترامب نحن نعلم أن الأردن حليف لأمريكا ونعلم أننا نتلقى مساعدات من هذه الدولة لكن إصرار الملك على الدفاع عن القدس والتحشيد الدولي ضد هذا القرار شيء نفتخر فيه أنا كشخص لتوجهات سياسية معينة قد أختلف فيها مع حكومتنا لكن عندما يتعلق الأمر بكرماتنا ومبادئنا نتناسى كل شيء وندافع عن كرمتنا هكذا تعلمنا في هذا البلد الشعب الأردني يفتخر بما قام به جلالة الملك وما قامت به الحكومة من رفضها لقرار ترامب مهما كان الأمر أنا بعرف أنه فيه صار ضغوطات على الأردن والشعب الأردني بيعرف ذلك وبيعرف أننا راح نعاني في الأيام القادمة أيام صعبة لكن كرمتنا كرمتنا فوق كل شيء وقدسنا ومقدساتنا كمسلمين وكمسيحيين فوق كل شيء حامل قدس لن يتخلى بإذن الله تعالى عن القدس اليوم يا جلالة الملك يا دولة الرئيس رئيس الوزراء نحن معكم فلنصوت بلا لقرار الذي اتخذه ترامب هذا القرار الأرعن ما يهمكوه أنه راح نعاني من ظروف صعبة ونحن لسنا بهاجي لمساعدة أي دولة سنعتمد بإذن الله على أنفسنا سنتناسى كل الأخطاء أخطاء الماضي من أجل عيون القدس ومن أجل كرامتنا هنا شعب واحد شعب الأردني الشعب الفلسطيني الشعب العربي نحن أم وحدة من مسلمينا ومسيحيينا وكل مكوناتنا نحن مع القدس وفداء القدس ورسالة مهمة أوجهها لدول الخليج العربي نتمنى اليوم أن تظهروا وأن يصدر منكم قرارات صارمة بأن الدول التي ستقطع عنها مساعدات الأمريكية أنكم على استعداد أنكم تدعموا هذه الدول أربعمائة مليار أخذهم ترامب بزيارة واحدة ويريد أن يحاربنا بأموالنا وأموال هذه الأمة أتمنى أتمنى على الحكام العرب والأنظمة العربية أن تتعلم من النظام الأردني ومن الشعب الأردني أن الكرامة وأن القدس فوق كل شيء وبالنهاية أقول لشعبنا الحبيب لابد أن ننسى أي خلافات فكرية أو مذهبية أو طائفية ونركز على أمر واحد أن تعود القدس عربي عاصمي لدولة فلسطين الحرة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة